موسيقى 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 أنا أعتقد أن الوزارة التعليم قدرت كومينيكي وهذاك كومينيكي كان واضح ولكن السؤال الذي يريد أن نطرحه ماذا حينما قامت الوزارة التربية الوطنية بهذا التعيين هل خرقت القانون يلتعين في المناصب العليا؟ المناصب العليا؟ هذا هو السؤال هل خرقت القانون؟ أنا لا أعتقد أنها خرقت القانون لأن المباراة دست لترجع القانون المنظم للوظيفة العمومية يتم تنظيم المباراة لا منصة من المباراة لا بد أن تنظم المباراة حينما تنظم هذه المباراة يأتي واحد من جموعة الناس التي تقدمه طبعا هناك الجنة هذه الجنة يؤهد إليها بدراسة هذه الطلبات طبعا وانتقاء ملفات المستوفية للشروط بعد ذلك تبدأ في مرحلة المقابلات وفي المقابلات هذه الجنة يستقر لديها رأيه إلا شفت وترتب هؤلاء المتبارون حسب النتائج لكن في بعض الأحيان حينما يتم تنظيم هذه المباراة يجيبش الله هذا القانون للتعين في المناصب العليا الذي هو قانون طمت المصادقة عليه في الولاية ما قبل الماضي لا يقال بأن هذا القانون جبت هذه الحكومة هذه الحكومة تعدله في شقه فقط المرتبط بإضافة مؤسسات عمومية من يقدرش مؤسسة عمومية بحال مثلا ذاك الصندوق محمد السادس هذه الحكومة زادته في المجال الخاص بالمجال الاستراتيجي الذي يعين فيه جلالة المالك عبر مجلسين ويزاري هذا هو التغيير اللي عملت هذه الحكومة فبالتالي الإمكانية ديال منين ما كيكونش هذا يمكن للحكومة أن تعين يعني الشخص الذي طرى بأنه جدير بأن يتحمل هذه المسؤولية